موسيقى سؤال بيقول عاوزة اخد رأيك في قدسك موضوع انا صغيرة عندي حاجة وعشرين سنة وبدأت مع زيادة الضغوط علي اشعر ان مش مستريحة وعلى طول تعبانة ومن خلال جلسات الاعتراف لقيت اب اعتراف دي بيقول لي ان محتاجة دكتور نفسي عشان انت عندك overthinking overthinking يعني تفكير زيادة انا بصراحة دايقت وبعدين رشح لدكتورة مسيحية قال لي روحي عودي معاها انا خفت وسألت الدكتورة في ميسج على اللي انا حسى به وقالتلي فعلا انت محتاجة تعودي معايا وكمان انا والدتي كانت بتتعالج فترة طويلة نفسيا وانا مش عاوزة اعرف حد ولا حتى زوجي بس مش عارفة اخرج ازاي من غير ما يعرف ومش عاوزة اجذب عليه وفي نفس الوقت مش عاوزة يعرف اعمل ايه وهل امشي فعلا في الموضوع العلاج ده ولا انا انا اساسا مش مريضة نفسيا ارشدني ابي ابونا لما قالك انت محتاجة دكتور قالك من خلال حكاياتك انت فابونا حكم ونصح من خلال حكاياتك انت فانت اكتر واحدة حاسة اذا كنت انا تعبانة لدرجة ان انا محتاجة مساعدة خارجية ولا تعبانة وانا اقدر اعمل كنترول وانضباط لأفكاري انت اللي تقدر تجاوب السؤال ده طب انا مش عارفة الحقيقة اذا كنت انا كده مظبوطة ولا مش مظبوطة قولي الكلام بهزار لزوجك قولي له انا حاسة ان انا بتضغط قوي وحاسة ان انا بفكر كتير قوي 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 لدرجة ان انا بفكر ان انا ممكن اكون محتاجة دكتور نفسي لو قولك لأ انا مش ملاحظ انت زي الفل يبقى نأجل الخطوة دي ونحاول بالارادة نطرد افكارنا علشان ما نقعش تحت ضغط نفسي لو ما نفعش الكلام ده ولقيت نفسك مش قادرة ممكن فعلا نحتاج لمساعدة نفسية بس اسألي اهلك بصورة غير مباشرة على اللي انت حساو انطباحهم عنك ايه لو قالولك لأ انت محتاجة مساعدة تبقى محتاجة مساعدة وكده تخطينا حاجز الكز لان انا ما اعتقدش ان صح ان جوزك يعرف من برا في يوم الايام انك بتاخدي دواء نفسي او بتروح الدكتور نفسي بلازم يكون عارف بس الاول اللي بتادي احكيه له فاتفاضي معاه ويقولي هو انا كده اوفر ولا عادي وشوفي حكمه ايه الاول اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة